بسم الله الرحمن الرحيم استضافة مدينة هوريشيما لقمة مجموعة السبع شهر المقبل تحت الرئاسة اليابانية وفي أول زيارة يقوم بها دولته إلى مصر مدر توليه المسئولية في بلاده استعكز تلك الزيارة الكريمة الاهتمام المتبادل بين مصر واليابان بالبناء على علاقات الصداقة التاريخية بينهما على المستوائيين الرسمي والشعبي وأود أن أؤكد على ما نحمله في مصر من مشاعر تقدير بالغ واحترام لإسهام اليابان في دعم مصاري التنمية وانخرطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر والتي أذكر منها المتحف المصري الكبير الذي يعد المتحف الأثري الأكبر في العالم لعرض القطع الأثرية المنتمية لحضارة واحدة والذي نتطلع أن يكون بيننا في حفل افتتاحه دولة رئيس الوزراء بالإضافة إلى مشروع المدارس المصرية اليابانية والذي رأى النور في سبتمبر 2018 ويتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني التوكاتسو في المدارس المصرية إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة التي تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين والتي لا يتسع المقام لسردها جميعاً علاوة على مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الذي يعد نموزجاً ناجحاً للتعاون الثلاثي بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة السادات والسادة لقد استعرضت مع سيد كيشيدا الإصلاحات الاقتصادية والتشرية والأكلية التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية وكذا الحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين وتناولت الفرص الاستثمارية الوعيدة التي توفرها مصر في شتى المجالات ودعوت الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات اليابانية لدخل مزيد من الاستثمارات في مصر كما تبادلت مع سيد رئيس الوزراء وجهت النظر حول العديد من القداة ذات الاهتمام المشترك لقد كانت النقاشات إيجابية وبناءة حيث استعرضنا ما تشهد الساحة الدولية اليوم من تحديات وبشكل خاص ما خلفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية هائلة على الدولة النامية فقط ما أحدثته جائحة كورونا من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغزاء وتوقعات بتراجع معدل النمو حيث أكدت دولة رئيس الوزراء تطلعنا إلى أن يعمل شركاء التنمية في المقدمة اليابان كونها دولة رائدة في الإسهام التنموي العالمي وفي ظل رئيساتها الحالية لمجموعة الدول الصناعية السابع الكبرى من أجل أن تحظى تلك التحديات الاقتصادية الملحة بذات قدر الاهتمام بالجوانب السياسية والأمنية للأزمة الأوكرانية التي نأمل أن يتم التوصل لتسوية لها وذلك من خلال بحث سبل تخفيف فقطة التحديات الاستثنائية الملقاة على عاطق العديد من الدول النامية تبحثت كذلك مع ضيف الكريم بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيام القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واحتلت التطورات في السودان جانبا مهما من المباحثات حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء الرئية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان وهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة باعتبارها شأنا سودانيا خالصا بما يسهل من نزع فتيل الأزمة ويحول دون تفاقمها السادات والسادة يسعدني في الختام أن أؤكد مجددا لسيد فومي كوشيدا حرص مصر على تعزيز وتعميق التعاون بين البلدين كنتيجة طبيعية لتميز العلاقات بينهما وثقة في توفر ذلك الحرص وبذات الدرجة لدى دولة اليابان الصديقة وليس أدل على ذلك من تواجده بيننا وتشريفه لنا اليوم إذ أجدد الترحيب بضيف مصر العزيز والوفد المرافق لسيادته متمنيا لهم إقامة سعيدة في أرض الكنانة شكرا يسرني كثيرا أن يتاح لي أن أزور مصر كأول بلد في جولة الأولى لمنطقة إفريقيا كرئيس وزراء ياباني أشكر الفقامة الرئيس والشعب المصري على استقبالهم لنا وإن مصر شريك مهم للغاية بالنسبة لليابان يلعب دورا مهما للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفي لقاء القيمة قبل قليل قمنا بتبادل آراء صريحة في مواضيع مختلفة بدءا من العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية وقد عبرت عن تصميمنا كدولة اليابان على الاستمرار في المساهمة في النمو والازدهار لمصر وهذه المنطقة ككل وقد وضحت لفخامة الرئيس أننا سنستضيف ونرأس مؤتمر قمة مجموعة السابع في مدينة هيروشيما في شهر جاري وبناء على نتائج النقاش مع جارب المصري أيضا وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية سنستمر في تقديم مساعدات طويلة الأمد في مجالات مختلفة مثل التعاون المتعلق بمشروع خط الرابع لمترو أنفاق القاهرة ومشاركة شركات يابانية في مشروع توليد الكهرباء بطاقة الرياح من خلال بانك اليابان للتعاون الدولي وفي مجال التعليم وخاصة التعليم على الطريقة اليابانية الذي ينتشر في مصر مؤخرا قد بدأت مبحثات لدراسة اعتماد نظام كوسين أو المعاهد العالية للتكنولوجيا إن التامية البشرية هي أساس الزهاب دولة فستستمر اليابان في تقديم دعم لمصر في هذا المجال وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا يعاني الكثير من الناس من غلاء أسعار المواد الغذائية فاليابان تقوم بدعم رفع فعالية استخدام مياه الرأي الزراعي من خلال القروض بليان ودعم الحفاظ على المدخات وصيانتها من خلال التعاون التقني ودعم رفع إنتاجية الزراعة من خلال المساعدات المالية بلا مقابل للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لمصر وقد تبادلنا وجهات النظر حول الأوضاع في السودان وكورانيا وشرق آسيا أيضا بالنسبة للأوضاع في السودان أقدر مساهمة مصر من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ذلك البلد فتحدثت مع فخامة الرئيس عن الموضوع مطولا واتفقنا على التنصيق الوفيق مع مصر التي لها علاقات وثيقة مع السودان لتهدئة الوضع بأسرع ما يمكن واستئناف عملية نقل السلطة إلى المدنيين والضرابات الأوضاع في السودان المطل على البحر الأحمر أهم شرائين اللوزستية بين آسيا وأوروبا قد تؤثر بشكل كبير على اليابان والاقتصاد العالمي فأبلغت فخامة الرئيس بأننا ننوي المساهمة في معالجة الوضع كرئيس حالي لمجموعة السبع وعضو مجلس الأمن الدولي وسنرسل قريبا السيد شميزو السفير الشؤون القرد الإفريقي إلى الدول المعنية بما فيه مصر وأننا مستعدون لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين والنازحين في الدول المجاورة بالنسبة للغزو الروسي لأوكرانيا فلا يمكن القبول بهذا العمل الذي يهز أسس النظام الدولي ولا يمكن أن تقبل اليابان الدولة الوحيدة التي تعرضت للقصف النووي بالتهديدات الروسية بالأسلحة النووية ولا يمكن استخدام هذه الأسلحة طبعا وقد اتفقت مع فخامة السيد عبد الفتاح السيسي على أهمية الحفاظ على النظام الدولي القائم على سيادة القانون وعدم القبول بتغيير أحادي الجانب للوضع القائم أينما كان في العالم واتفقنا أيضا على التنسيق للتعامل مع كوريا الشمالية في قضايا السلاح النووي والصواريخ واختطاف المدنيين اليابانيين وفي هذه المناسبة شرحت لفخامته عن الخطة الجديدة التي أعلنت مؤخرا لمنطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمنفتحة وبالنسبة لمصر التي لديها قناة السويس أهم شرعين نقل المواد من المهم للغاية الاستخدام السلمي لمياه البحر وسلامة الملاحة البحرية فستستمر اليابان في التعاون مع مصر في هذا المجال أيضا وشاركت فخامته بالقلق البالغ اتجاه أوضاع إسرائيل وفلسطين التي يسود فيها التوتر وأنا أقدر تقديرا عاليا الجهود التي تبذلها مصر لخفض التوتر وبالنسبة للقوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء MFO أبلغت فخامته بنيتنا لتعزيز مساهمتنا من خلال الموارد البشرية واتفقنا أيضا على التنسيق لعقد الحوار السياسي الياباني العربي الثالث في سبتمبر هذا العام والمزيد من تعزيز التعاون الثلاثي الياباني المصري الأردني لم تعد اليابان ومصر شريكين على المستوى الثنائي فقط بل على المستوى الإقليمي والدولي فبناء على هذا الوضع قد اتفقنا في هذه المناسبة على رفع مستوى علاقة البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية وسنعمل مع فخامة السيد عبد الفتاح السيسي الذي ينشط في معالجة العديد من القضايا نعمل معه من أجل المساهمة في السلام والاستقرار والإزدهار للمجتمع الدولي شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة